ينضم إلينا من الجولان السوري المحتل مراسل غد أحمد البداري أحمد إذن دعنا في صورة آخر التطورات لديك بعض التطورات الأخيرة وإطلاق الجيش اللبناني النار على ثلاث طائرات إسرائيلية يعني ما تزال الأجواء هنا هادئة جدا 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 لا يجد هناك لا طيران حتى تحركات الدبابات الإسرائيلية بات قليلا جدا الأليات العسكرية الإسرائيلية القريبة من الحدود أيضا حركتها بدأت أبطأ وأبطأ وذلك كإجراء احترازي بلا شك من قبل الجانب الإسرائيلي ولكن الحياة ما تزال هنا في المنطقة الشمالية معتادة لا يجد هناك تقييدات كبيرة معظم الفنادق والمنتجعات والنزل كلها ممتلئ المتاجر مفتوحة وبالتالي لا يوجد هناك مثل هكذا حالة من الارتباك عند الجانب الإسرائيلي ولكن في المقابل هناك حراك دبلوماسي مكثف اليوم سوف يكون هناك اجتماع في الداف الأمم المتحدة وذلك لنقاش موضوع قوات اليونيفل التي هي القوات المسؤولة عن حفظ السلام بعد حرب تموز 2006 كان هناك قوات دولية اسم اليونيفل هذه القوات التي تشرف على وقف اطلاق النار بين إسرائيل وبين لبنان هذه القوات تسعى إسرائيل الآن إلى تغيير الماندت بمعنى تغيير الوصاية الخاصة بها وذلك للحصول على ثلاثة قضايا أولا تتحول القوات اليونيفل إلى أكثر حركة ويمكن أن تصل إلى الأماكن التي تقول إسرائيل بينها ممنوع على اليونيفل أن تصلها القضية الثانية التي تسعى لها إسرائيل وطبعا للولايات المتحدة في نفس الوقت تحاول أن تحصلان على هذا الطلب أن يكون هناك إرسال للخروقات اللبنانية بسرعة أكثر بل بشكل فوري والقضية الثالثة التي تسعى لها إسرائيل هو أن يكون هناك تواصل وتنسيق أكبر بين إسرائيل واليونيفل من جانب وبين لبنان وطبعا الحديث عن الجيش اللبناني مع قوات اليونيفل وبالتالي هذا هو ما تسعى إليه إسرائيل في الأجواء لا يوجد هناك طيران حربي ما الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل في حال تم مد أو سماح بحرية أكثر للحركة والتنقل لقوات اليونيفل ما الذي ستستفيده إسرائيل هنا بقوله بالمثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى يعني هذا المثل الشعبي وهذا ما فعلته إسرائيل عمليا قبل يومين قدمت شكوى رسمية في الأمم المتحدة على لسان داني دانون ممثل منذوب إسرائيل في الأمم المتحدة والذي قال بأن لبنان وسوريا قامت بخرق القرارات الدولية وأيضا بالاعتداء على إسرائيل طبعا قالت بأن عمليا الجانب السوري كان يحضر بالتعاون مع إيران إرسال الطائرات المسيرة الهجومية على شمال فلسطين المحتلة وبالتالي عمليا هو خرق هذا وطبعا تهمت أيضا لبنان بأنه يقوم بخروقات أمنية تتعلق بالأمن الإسرائيلي اليوم هناك محاولة أخرى نفس الموضوع ضربني وبكى وسباني واشتكى أن يقولوا بأن قوات الوينوف لا تقوم بواجبها وبالتالي يجب تعديل هذه الوصاية الأمنية وبالتالي العمل وطبعا هذا جزء من إيحاءات بأن إسرائيل محافظة على الأمن وإسرائيل لا تريد إشعال معركة في المنطقة ولكن في عجالة نتحدث عن تصريحان مهمان لجنرالات متقاعدين في الجيش الإسرائيل هذه قضية مهمة عموس يدلن رئيس المعهد الاستراتيجي الإسرائيلي الذي قال بأننا لا يجب أن ننجر إلى معركة مع حزب الله الذي يمتلك صوريخ قادرة على ضرب وزارة الدفاع الإسرائيلية بخطأ خمسة متر فقط وبالتالي هذه القدرة الصاروخية يجب أن نتجنب الحرب معها أيضا جنرال آخر متقاعد احتلاطه الذي قال بأن الإنجرال إلى أي معركة الآن لن تكون سهلة على إسرائيل ولا يمكن لنا الدفاع عن أنفسنا مقابل صوريخ لبنانية سورية وفلسطينية في نفس الوقت وفي نفس الميقات وبالتالي كبار السياسة الجنرالات المتقاعدين يعلمون خطورة ما يجري ولكن على الأرض ما زال الهدوء سيد الموقف الجميع بانتظار ما قاله حسن نصر الله ركب ونص ركب ونص أيضا مرة أخرى هو المصطلح المقصود في بأن على الجانب الإسرائيلي أن ينطفر بعض المصادر المبنانية نشرت صورة لجندي إسرائيلي كان أشبه بدمية ولكن في نهاية المطاف تبين بأن نعم شكرا جزيلا لك من الجولانة السوري المحتل مراسل الغد أحمد البديري